أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أضافت جماعة نصرة الإسلام فرع القاعدة في مالي وغرب إفريقيا إلى قوائم التعيينات الإرهابية للحكومة الأمريكية وتأسس ذلك الفرع في مارس عام 2017 وجمع العديد من مجموعات القاعدة الموجودة مسبقا تحت راية مشتركة بقيادة زعيمها إياد غالي وهو من مالي من الطوارق وهو موال للقادة بتنظيب القاعدة وكذلك أميري طالبان